اشتركوا في القناة الذي افتتحه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطقة العامرية بالاسكندرية الأسبوع الماضي الخبر يقول خلال افتتاح إثيديكو الرئيس يؤكد على المسؤولية المشتركة للجميع في مواجهة التحديات القائمة خلينا نبدأ يا أستاذ جمال بإلقاء الدوء على طبيعة هذا المجمع الذي ينتج مادة البولي إثيلين ويعني أهميته من الناحية الاقتصادية بالتهديد في الحقيقة أن كل الخبراء أشادوا به هذا المصنع أو هذا الصناع الكبير ويمكن كله قال أن هذا أهم شيء بعد قناة السويس الجديدة وده يأتي لأن هذا المصنع يعد نواة لصناعات أخرى كثيرة جدا وأيضا صناعات صغيرة وصناعات صغيرة دايما في المجتمعات النامية اللي زي حالنا كده في مصر بتكون هي أساس نهضة الأمة وتطورها ويعني طفرة تكنولوجية واقتصادية من خلال هذه الصناعات الصغيرة هذا المنتج الذي ينتج من هذا المصنع يدخل في جميع الصناعات يمكن كده ممكن نقول زي ما الشارع بيقول بيخش من إبرة للصاروخ في الحاجات الطبية في صناعات البلاستيكية في كل نواحي الحياة من الممكن أن نجد مواد بلاستيكية وبالتالي هذا المنتج من هذا المصنع الذي يعد المادة الخام للبلاستيك مثلا بيعد طفرة وكمان أيضا بيعد خيار لدى شباب كثير جدا يبحث عن مشروعات صغيرة لإيجاد فرص لبعض المصنع الصغيرة وبالتالي هذا المصنع بالفعل شيء أهم جدا لأنه هو فكرة تدوير المادة الخام وعدم بحة بسهولة يعني احنا مثلا بنشوف الرمال مثلا في مصر ونصدر رمال بدلارات قليلة جدا في حين أننا لو عملنا وادي السيليكون وحاولنا هذه الرمال إلى سيليكون وشرائح سيليكون وتم تصديرها سيكون أيضا مثل هذا المصنع وبالتالي فكرة المادة الخام اللي احنا ما نصدرهاش وندورها ونصنعها ونستخرج منها مواد يمكن من خلالها تشغيل الشباب وتشغيل مصنع أخرى وحتى لما بيجي نصدرها بيكون يعني تصديرها بيكون في عائد مناسب صحيح يمكن خلال كلمة السيد الرئيس أيضا في الافتتاح أكد على أو شارع استعرض الناحية أو الوضع الاقتصادي الحالي في مصر وأكد على المشاركة الاجتماعية ومشاركة الجميع في تحدي يعني أو في مواجهة هذه التحديات وعلى رأسها بالطبع يعني التحديات الاقتصادية في الحقيقة أن فتاح هذا المصنع يتزامن مع عزم الحكومة وأيضا عزم الدولة على الخطى نحو إصلاحات اقتصادية جديدة ويمكن إصلاحات اقتصادية جديدة أيضا على المجتمع المصري وعلى الشرع المصري وده يمكن تزامن دمع ده بيدل أن نحن مش بنعمل أو الدولة مش بتعمل حزمة إصلاحات اقتصادية من الممكن أن تؤثر حتى على المواطن البسيط نوعا ما الآن ولكن هناك أمل وهناك خطى نحو المستقبل يعني الفكرة كلها مش الإصلاحات اقتصادية بتتم دون الحراك على مستوى الدولة نحو مستقبل أفضل وبالتالي تزامن دمع ده أظن بيعطي أمل للشرع المصري وأظن ده اللي بيدي دايما يعني الصبر لدى المواطن المصري أن هناك شيء جايد قادم في الطريق الإصلاحات الاقتصادية أيضا يمكن الرئيس أشار ده نتأخرك كثيرا ممكن منذ السبعينات يعني احنا منشوف تحول مصر من يعني الرأس المالية المتوحشة في حجبة الملكية ثم الاشتراكية المتزمتة في حجبة الرئيس جمال عبد الناصر ثم محاولة الرئيس السادات في الانفتاح والاتجاه نحو الرأس المالية الحرة وما قبله ساعتها من ردود فعل يعني خلته يتراجع شوية احنا مندفع تمانها الآن لأن احنا الآن يجب أن نخطو ما كنا يجب أن نخطوه من السبعينات وبالتالي يعني يجب على الشرع المصري وعلى المواطن البسيط أن يدرك أن الإصلاحات الاقتصادية دي يعني شيء ضروري جدا وشيء أهم جدا سواء عشان ربطها أيضا بفكرة صندوق النقد لا لا احنا لازم نعمل لديه الحزمة من الإصلاحات لأن احنا أصبحنا دولة يعني بتسير نحو الاتجاه الرأس المالي والسوق المفتوح وأيضا شعب ما زال متمسك بالفكرة الاشتراكية وفكرة الدعم صحيح ويمكن برضو كلمة السيد الرئيس يعني تطرقت إلى برامج الحماية الاجتماعية والحقيقة ده أيضا بيأخذنا للخبر التالي لأنه بيتناول هذا الموضوع محدود الدخل وبرامج الحماية الاجتماعية كانت يعني أحد المحاول الأساسية التي تناولها اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع بالإضافة إلى محاول أساسية أخرى كثيرة عنوان المقال الحكومة تؤكد حماية محدود الدخل وتنفي تسريح موظفي الدولة إذن يعني العديد من الملفات تم تناولها بالفعل خلال هذا الاجتماع على رأسها البرامج الحماية الاجتماعية ونفي هذه الشائعة يمكن مواضيع أخرى زي زراعة الأرز في الموسم الجديد وقف تصديره صحيح زي الاستعداد للموسم الدراسي كثير من الملفات لو حالك تحدثنا عنها بالتفصيل أهم ما جاء في هذا الاجتماع هو تجذيب الشائعات وأظن أن مجلس المعلومات واتخاذ القرار في مجلس الوزراء كان نشيط جدا خلال الأسبوع الماضي في الصد دائما الشائعات التي تخرج من كتائب إلكترونية أصدها يعني نوع من أنواع الحرب النفسية على المواطن المصري خصوصا أن هناك نوع من أنواع الأصلحات القصادية الآن من الممكن أن تؤزم حياته المعاشية البسيطة وبالتالي شن حرب نفسية أيضا من خلال الشائعات أظن هذا هدف من خلال بعض الجيات الأسبوعات المعلومة لدى المواطن بشكل عام فأظن نفي الشائعات أصبح شيء مهم جدا والرد على هذه الشائعات في وقتها وبهذه الصراحة شيء مهم جدا رئيس الوزراء أيضا عقب هذا الاجتماع كان هناك اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وده يدل أن الدولة بتعمل بشففية أو الحكومة بشكل خاص بتعمل بشففية كبيرة جدا في إضاحة الرؤية بالتحديد في ملف الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية للجمهور بشكل عام فعلا مظلة الحراكة قلت عليه مظلة حماية الفقراء ومحدود الداخل ده مهم جدا خصوصا في الأنظمة الرأس المالية يعني الناس بتظن أن عندما يكون هناك نظام رأس مالي وبالتالي لا يكون هناك نوع من أنواع العدلة الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية للمواطن المحدود الداخل ولكن هذا بالعكس تماما ففقاة يعني شعوب العالم الإبرالية ورأس مالية متوحشة أمريكا لديهم مظلات تأمين صحي عملاقة بتشمل كل الفقراء وأيضا تعليم مجاني للتعليم الأساسي يشمل كل غير القادرين وأيضا هناك عنات للبطالة وبالتالي النظام الرأس مالي لا يتعارض أبدا مع توزيع العادل للدعم يمكن برضي يا فاندي من ضمن الملفات التي تم استعراضها في الاجتماع تطوير العشوائيات ويمكن تحدثوا عنها بالتفصيل في محافظاتي الغربية والده أهلية يعني بالتأكيد أن هذا الملف يشغل بال كل جات الدول يعني أحنا شوفنا مثلا ما التفرة اللي حصلت في هذا الملف خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه على الأرض الواقع خاصة في القاهرة في القاهرة لاتجاهها بقى وأظن أن هناك أيضا يعني دولة تنظر أيضا للصعيد في هذا الأمر صحيح ولكن ليست القاهرة فقط التي تحتوي على العشوائيات ولكن هناك محافظات أخرى ونظر بنظرة شمولية ونظرة أعام للدولة بشكل عام دون محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات الأسكندرية والمحافظات الكبيرة وإهمال المحافظات الصغيرة أظن ده يعني مضى عليه الزمن وأظن أن مع التطور التكنولوجي وأصبح يعني العالم كله قرية صغيرة وأيضا أصبحت مصر كلها قرية صغيرة وبالتالي ما بقاش فيه محافظة بعيدة ومحافظة قريبة من التطوير ومن وصول الدعم لها وبالتالي ده شيء جيد جدا أن يتم العمل على جميع المحافظات في هذا الملف بالتحديد وأظن هذا الملف نموذج لتضافر الجهود لما نشوف مجتمع المدني مع الدولة على مستوى رئاسة صندوق طرحي مصر نشوف الحكومة المجتمع المدني فده شيء طيب جدا بالزاد في هذا الملف وبنأمل إن شاء الله أن الفترة القادمة مصر تستطيع أن تخطو في خطوات جادة وفعالة هذا الاجتماع أيضا تطرق إلى أنظم الحماية وأنظم الحماية عشان نوضح للمواطن أيضا الدولة فعلا اشتغلت عليها واشتغلت على صندوق تكافل وكرامة وهناك عدد لا بأس به داخل هذه المنظومة وأظن أن الأيام القادمة ستشهد توسع في هذه المضلة لحماية المواطنين الغير القادرين وبالتالي هذا الاجتماع كان مهم جدا وأظن أنه جاء تكملة لكلمة الرئيس في الأسبوع الماضي فجيد أن تعمل الدولة بشكل متكامل ومتناسق بالضبط مشاهدين التالي عن موضوع الحقيقة الكثرة الحديث والجدل عنه في الآونة الأخيرة وهو موضوع قرض صندوق النقد الدولي لكن المجلة هذه المرة تتناول هذا الموضوع بطريقة مختلفة لأنها عرضت هذه القضية على مجموعة من خبراء الاقتصاد والبنوك ليتحدثوا عن كيفية الاستفادة أو التوظيف الأمثل لهذا القرد لأن في النهاية الاستفادة من هذا القرد يعني مرهونة في الأول وفي الآخر زي ما بيقولوا بالتوظيف الأمثل لهذا المبلغ المقال عنوانه خبراء الاقتصاد والبنوك ضمانات الاقتراض الآمن من صندوق النقد الدولي يمكن حسب بأراء الخبراء اللي جدت في المقال هناك يعني عدة ضمانات هناك أيضا عدة سبل مثلة لتوظيف هذا المبلغ المقترد من الصندوق بالطبع ده تحقيق بيوضح يعني أهمية هذا القرد وأيضا ضمانات التي أيضا يفرضها مش أنا عاوز أقول شروط صندوق النقد الدولي ولكن هناك اشتراطات لصندوق النقد الدولي لضمان سير هذا القرد في مصاره الصحيح يعني صندوق النقد الدولي مش زي وزي أي بنك مثلا حتى على المستوى الشخصي على مستوى المواطنين أنت راح تجيب عربية أو راح تجيب شقة وخدت هذا القرد وصرفته في شيء آخر أظن أن من هنا ممكن البنك يقولك لا أنت صرفت الفلوس في غير المتفق عليه وبالتالي يعني ضمانات صرف هذه المبالغ أظن أنها شيء أهم جدا أيضا إحنا لسنا في الرفاهية أن نضيع أموال في يعني ضياحها في مصار غير صحيح وبالتالي فهنا كانوا الخبراء بيشددوا على أهمية صرف هذه الأموال في تنمية واستثمارات جيدة تعود بالعائد المادي المربح لحكومة المصرية والمجتمع المصري وأيضا عدم إهدارها داخل منظومة الدعم ويمكن هنا عشان كده دايما الناس بتربط ده أن صندوق النقد الدولي بيقول مصر شيل الدعم لا هو الفكرة كلها لسندوق أن الدولي بيشدد قرد أساسا تحطه في دعم بنزين يعني ما ينفعش دعم البنزين حتى بوضعه الحالي مع عدم تفعيل كروت البنزين حتى الآن يمثل نوع من عدم العدالة الاجتماعية يعني لما الصفرات الأجنبية في القاهرة مثلا بتخش تموم بنزين زيها زي المواطن اللي بيستحق الدعم والاتنين بياخدوا هذا البنزين بالدعم التي تفرضه الحكومة وبالتالي هنا التوزيع العدل للدعم والعدالة الاجتماعية من أهمها العدالة الاجتماعية في الدعم وبالتالي صندوق الدولي مش هيسمح لك اللي أنت تاخد فلوسه وتحطها في دعم مثلا مواد بترولية يمكن الخبراء برضو يعني أكدوا على طرق مثلة لتوظيف هذا القرد أكيد أنت أمامك فرص كبيرة جدا ولكن يعني خلاني نتكلم برضو بصراحة لسنا يعني بصدد أن يكون هذا القرد هو يعني بوابة النجال وحيدة ولكن هو داخل حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تقدر بـ 24 مليار جنيه الحكومة المصرية بتسعى إلى توفيرها للوصول إلى ما تصبق إليه في نحو إصلاحات الاقتصادية وبالتالي هو جزء من كل وليس كل يعني هناك مفوضات أخرى لقروض أخرى وأيضا سندات دولارية سوف تطرح الفترة القادمة وبالتالي هي الفكرة مش في صرف الـ 2 مليار وأيضا انتظار باقي الـ 12 مليار لصرفهم لا هي الفكرة أحنا يظن أن الدولة والحكومة لديها خطة لتوظيف الـ 24 مليار كلهم نحو إصلاح اقتصادي حقيقي لأن احنا وصلنا لمراحل يعني تعدينا فيها الخطوط الحمراء يعني لما نشوف الدين الداخلي الآن أصبح 90% في حين أن المعادلات العالمية مثلا 60% فقط وبالتالي يعني حزمة الإصلاحات الاقتصادية صندوق النقد الدولي هو قرد صندوق النقد الدولي هو جزء من كل وبالتالي يعني أظن أن الدولة والحكومة لديها خطة واضحة وشفافة لإصلاحات الاقتصادية أظن بتطرح الآن على الواقع صحيح يمكن الخبراء هنا أكدوا على أهمية التوجه للمشروعات التنوية في المقام الأول البعض تماما عن يعني استراض السرع الاستهلاكية يمكن كثير من يعني الطرق المثل الحقيقة لتوظيف هذا القرد لأنه هم جدا توظيف القرد مشاهدين الحقيقة الخبر التالي أيضا في مجال الاقتصاد ولكنه بيأخذنا إلى قطاع مختلف تماما وهو قطاع السياحة هذا القطاع الذي يحتاج إلى دعم كبير الحقيقة الخبر بيقول أو المقال بيتحدث عن مجموعة من الاقتراحات والخطط وبالتحديد الحقيقة هم خططين من أجل يعني دعم هذا القطاع لكن المقال أيضا بيقول أن هذه الاقتراحات ما هي إلا مجرد حبر على ورق وحتى الآن لم يتم يعني تحقيق أي منها على أرض الواقع عنوان المقال بعد أشهر على خطة راشد لعودة السياحة رجال الأعمال يتحدون الوزير بخطة العشرين مليون سائح يمكن يعني حسب هذا المقال بيقول عندنا هناك جانبان هناك يعني اختلاف أو خلاف أو منافسة بين يعني الجانبين عندنا وزارة السياحة من ناحية وعندنا رجال قطاع الأعمال من ناحية أخرى هو مش المفترض أن يبقى فيه تنسيق وتعاون بدلا من هذا التنافس طالما يعني الهدف واحد ده المفروض وحتى لو كانت المنافسة في حب مصر والصالح مصر ولكن أيضا الاتحاد وتضافر الجهود نحو هدف واحد أظن أن هذا أفضل من أن يكون لكل وجهة نظره ولكل أن يكون لخطة ويترحها يعني إحنا ما نشوف وزير السياحة أكيد هو لمطرح خطة في إبريل الماضي يعني عودة السياحة من خلال ست محاور وتعهد به بعودة السياحة وعشر مليون سياح سوف يأتوا إلى مصر أظن أنه هو عمل ده بنواية حسنة وبنواية طيبة وبالفعل هو كان لديه النية الحقيقية للعمل على هذا ولكن نحن الآن داخلين على ست شهور وهو كان وعد أن خلال ست شهور سيكون هناك بوادر ولم يكن هناك بوادر حتى الآن على أرض الواقع بتقول أن هذه الخطة نجحت فده اللي خل جماعة رجال الأعمال ولجنة السياحة بجماعة رجال الأعمال يعملوا خطة موازية لخطة وزير السياحة ويقولوا بقى عشرين مليون سايح طيب وحنا عرفنا نجيب العشر مليون سايح طيب يعني هنا الفكرة يعني وبرضه عرضوا على مجلس الوزراء مجلس الوزراء صراحة يعني دائما ما تلقى في الآخر الأوراق على مجلس الوزراء ومجلس النواب الحقيقي وفي الآخر ما فيش ولا خطة دي نفزت أي شيء وأيضا الخطة الجديدة خطة طموحة ولما تقراها فعلا هناك مصرور جيدة جدا ولكن خطة مكورة من ستة محاور خطة وزارة السياحة بدأت تنفيذها بالفعل من أبريل الماضي الخطة الثانية يمكن ترتكز على محورين لو نلقي الضوء على الخطتين والتقييم حضرتك اليوم الخطتين جيدين جدا على الورق حتى هم بتشبهوا في رؤى كثيرة جدا تحسين سورة مصر في الخارج والحملات الإعلانية والترويج لمصر من خلال التلفزيون والصحف الخارجية يعني على الورق الخطة كويسة جدا سواء خطة وزير السياحة أو خطة لجنة رجال أعمال المختصة بالسياحة ولكن هي الفكرة كلها هو احنا بنبحث عن محاور وعن خطة على ورق أم بنبحث عن واقع حقيقي وعن سياحة لم تعود حتى الآن السياحة الداخلية دمرت الأمل القائم في عودة السياحة خلنا نتكلم بصراحة أنت الآن شرم الشيخ وما يحدث في شرم الشيخ الآن من سياحة داخلية يعني ضهور البنية التحتية تماما للسياحة في مصر يعني يمكن ده ممكن يزعل مننا بعض الناس ولكن خلينا نتكلم مواقع يعني أنت بتتكلم على الاقتصاد وعلى منطقة أنا يعني بأعتقد أن دي منطقة اقتصادية من الطراز الأول بتعد على مصر المئات من الملايين الدولارية وبالتالي يعني وزارة السياحة استسهلت في خطتها أيضا لأنها يعني نعتمد على فكرة السياحة الداخلية في حين أن السياحة الأجنبي في بعض الدول مثل إنجلتراء مثلا ما بينزلش مع السياحة الروسية مثلا في فندق واحد السياحة الإيطالية ما بينزلش مثلا مع السياحة الإنجليزية في فندق واحد وبالتالي يعني إذا كاننا أمام مفردات داخل عملية السياحة الأجنبية بنحاول الفنادق دائما بدعمل فيها بنوع من أنواع التوازنات ما بالك بقى لما يكون الوضع بما شاهدناه مؤخرا في شرم الشيخ وفي الغرضقة وبالتالي آه وزارة السياحة كان دائما خطة ولكن استسهلت في هذه الخطة في الاعتماد على المصريين وعلى السياحة الداخلية ويعني أصبح الأمر بالنسبة لها آه طب كويس احنا بندعمه لكن في حين ندعم بتاع وزارة السياحة ده لو كان روح للشركات الأجنبية في الخارج كانت الشركات الأجنبية دي تبقى عنصر ضاغط على دولها لعودة السياحة أيضا السياحة عشان برضو نتكلم أكثر صراحة للمشاهد الكريم السياحة تحتاج إلى قرار سياسي يعني لما نشوف ما حدث في تركيا بما يعني بكل تطورات مثلا تفجير مطار أيتا ترك بعده بأيام روسيا سمحت المواطنية بالسفر إلى تركيا ده معنى ايه؟ معنى أن هناك بعض المقامات السياسية أيضا تتحكم في هذا الاتصال وبالتالي خطة الوزير وحدها لا تكفي وأيضا خطة رجال الأعمال لا تكفي إذن نحتاج إلى تحويل الجهود الورقية لجهود وقعية أكيد مشاهدين الملف الأخير سيكون عن مقتل أحد أمة المساجد ومساعده بمدينة نيويورك الأمريكية يعني على يد مسلح وهناك الحقيقة احتمالان أو نظريتان لهذه الحادثة الأولى إما أن الأسباب يعني أسباب عنصرية دينية أو ما يسمونه بجريمة الكراهية أو هيت كرايم أو أنها الأسباب يعني أسباب ودوافع إرهابية الملف عنوانه بعد خطابات ترامب ومقتل إمام مسجد ومساعده نيرانة العنصرية تلاحق المسلمين في أمريكا الحقيقة يعني الكثير من يعتقدون أنها جريمة كراهية بيعتقدوا أيضا أنها رد فعل أو نتيجة مباشرة لخطاب ترامب وهو المرشح الجمهوري للرئاسة اللي دائما ما بينادي بمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة يعني ربط كل الأحداث العنصرية الآن بترامب أظن أنه برضو غير عادل في الانتخابات الأمريكية يمكن ترامب النهاردة طلع مثلا قال تصريح للسود تحديد نقلهم ماذا أمامكم نتخسروا مجددا يعني فكرة أنهم أيضا الآن متهضين في أمريكا في العصر الذي يعتلي فيه أوباما صاحب البشرة الصمراء كرسي الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي العنصرية في أمريكا يعني ما كانتش منتظرة تصريحات ترامب ولا كانت منتظرة وجود أوباما على كرسي الحجم ولكن هي تفاعلات يعني موجودة تاريخية يعني هناك تاريخ كبير جدا من الاتهضات سواء للبيض أو للمسلمين في أمريكا وده مش معناه أنه مش ببرأ صحيح ترامب أنه يعني رجل خلي من العنصرية ولكن أنا بنتكلم بأكثر حياتية ألا هناك تاريخ من العنصرية في أمريكا سواء للسود أو سواء للمسلمين وبالتالي استغلالها بقى في الانتخابات الآن بين هيلاري وترامب ويعني زج هذه الأحداث كلها لصالح هيلاري كلينتون أظن أن ده أمر برضو على المشاهد الكريم أن يأخذ باله منه ونتبه لي خصوصا أن ترامب الفترة الأخيرة يعني تراجع في بعض التصرحات وأصبح يستعطف المسلمين المعتدلين يعني شفنا لما بيعلق على بعض الخطوات مثلا حتى في الشرق الأوسط في بعض الدول يعني بيعلق على بعض الإيجابيات وبالتالي هو بيستعطف المسلمين الوسطيين الذين لديهم الفكر الوسطي وبالتالي فكر تروبت دايما العنصرية في أمريكا بالانتخابات الآن هي لعبة مثل اللعبة مثلا حصلت في إيطاليا في حدث ريجيني في النهاية الانتخابات لعبة يعني يتم فيها استخدام كافة الأدوات والوسائل أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي بمجلة أكتوبر كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة شكرا لك شكرا لحظتك أفندم وشكرا للمشاهدين مشاهدين انتهت حلقة من صحفة اليوم غدا بإذن الله حلقة جديدة فريق عمل جديد فإلى لقاء